نوح عليه السلاة والسلام هو الاب الثاني للبشرية الاب الأول آدم الاب الثاني نوح عليه السلاة والسلام لأن كل من راكب مع نوح في السفينة أنجاههم الله سبحانه وتعالى ما أحد ولد له إلا من ذورية آدم الباقية ما جاء لهم أولاد هو الأب الثاني للبشرية الأب الثاني للبشرية أصبحت 5 يحضر هناك 5 يحضر وفي قبل الأخير هناك 5 يحضر وفي قبل الأخير هناك 5 يحضر أصبحت 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 المنظم لهم من قبة خلق الأنبياء وإنه بذنبتلا ومن أصبحته نعم نعم ونوح عليه الصلاة والسلام ضلى يدعو ألف سنة إلا خمسين عامل نوح عليه الصلاة والسلام إن أغرب إلينا 50 سنة إسلام أجوجة ممكن أنت لا تستطيع تصبر تسع سنوات ونسب هو ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو في قومه وهم يكذبوا ويعاندوا ويستهزئوا به وتكبروا عليه وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تصبر ممكن أن تتكبر في قامة سنةةةة في قامة سنةةةة wherein تسيق تعالى ولكن لفتح في قامة سنةةةةً فإذا أن أفرق أن تتكبر في قامة سنةةة أفعل وبذلك فأيسة مثل نوح's سلامية سعيد لذلك في قامة سنةةة تسوى كان دعوة في القامة سنةةة وعنبعا أعزه من أصل مكان LIka كان هذا علاقاء سنةةة كان نوح's قوس سنةةة كان ذلكم تدعوهم أكبر ممكن أن تتكلم إنهم صعقاشا ايه لو كان في ذا الوقت اي شيء من السفن كل شيء يغرق ايه هذه السفينة كيف هذه السفينة الله سبحانه وتعالى ما علمنا الا اشياء يسيرة انها مصنوعة من اخشاب والاخشاب هذه مربوطة بمسامير ايه انجل الله سبحانه وتعالى فيها نوح عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه والحيوانات عند مجاة مع نوح عليه الصلاة لا ندري عن عن طول عن طوابق كيف عاش الحيوانات مع بعضهم المفترس مع غير المفترس نقول الله أعلم آمننا وصدقنا بعد ان دعا نوح في قومه الله سبحانه وتعالى أعلم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن يعني بعد هذا ما يؤمن أحد خاف نوح عليه الصلاة أن هؤلاء يفسدوا في الأرض ولهذا دعا الله سبحانه وتعالى نعم 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 في آخر شيء آخر موضع ذكرت فيه قصة نوح عليه السلام في القرآن في ترتيب القرآن آخر مكان ذكر فيه نوح في قصة نوح عليه السلام كاملة في سورة نوح هذا آخر مكان في القرآن نعم سورة كاملة بهم نوح عليه السلام هذا سورة ما ذكر فيه شيء إلا قصة نوح عليه السلام سورة يوسف أطول لكن ليس فيها فقط القصة فيها شيء في آخرال السورة من غير قصة يوسف لكن في سورة نوح فقط قصة نوح يوسف وسورة يوسف وسورة يوسف سورة يوسف سورة يوسف سورة يوسف سورة 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 نعم لأن هذا النبي يعني صبر على الدعوة حتى الدعاة الأنبياء والرسل العلماء يصبروا على الدعوة نعم الدعاة يصبروا على الدعوة ما يقول والله أنا دعاء خلاص نعم في آخر سورة نوح عليه الصلاة والسلام ماذا صنع نوح في آخر يقول رب اغفر لي لماذا لأنه ممكن قصر في الدعوة ألف سنة إلى خمسين عاما ومع هذا يقول أشي رب اغفر لي و هذا تسع سنين ما مر في الدعوة ما فكهو يقول أنا دعية نعم نعم ما فكهو يقول أغفر لي 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 ما فكهو يقول أغفر لي